اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومشي 100 متر ويستطيع اضرب الفلاش لتنقصوا من السرعة وبالنسبة لمطور سوف ندره سوف نسكت المطور لكي لا تتعلق عفية تكفح لساس ويستطيع التفايل العفية أول شيء ندره هو أن تتفايل المطور وبالنسبة لكي لا تتفايل العفية سوف نرى الطراب سوف ندره ثاني حاجة سوف نصل بالاسعافات الأولية سوف نعلمهم بمكان الحديثة سوف نعلمهم بشكل شخص مصاب سوف ندره الخطوة الثالثة والمهمة الخطوة الثالثة هو اسعاف المصاب يعني أنت سوف تسعاف المصاب أول شيء نقوم به سوف ننعسى المصاب على الجنبه ليمن ونجعل الركبات عم ثانية لكي لا يتقلب على وجهه ويستنغشق الطراب والغبراء ونحيط لها أي شيء تخنقه يعني بحالة غرافات تقعم الثنان والخطأ الكبير الذي يدره من الوقت من الذي يرى شوية حديثة وضيحة في الارض أول شيء يدره يحيط له الكاسك بالنسبة للخطوة لكي تحييض هذا الالي كان الناس لكي بسبب الوقت لأنه يمكن أن يكون مرث في الارض ولكي لكي يكون جمع عليه الراس يمكن أن تحييض له الخطوة يعني أنه يتمات في فضيق البلاثة وبالنسبة للخطأ الوصابة أخرى هو أنك لا تريد الماء لإجراء من أن يجعب أطلبك ويجعني أن يجعب أطلبك ويجعني أنه لا تريد شراب يمكن أن يكون بسبب ويتفوف وبالنسبة للقرق سوف نقوم بشي جرح يعني سوف نضيفه و سوف نضيفه على الجرح لكي يحبس لها الدم او انه يحبس لها النازيف وهنا سوف نستطيع الفيديو و نتمنى انه يتم بارتاجه و الأول مرة تخلقنا نستطيع ان اشتركوا على الجرح و نتمنى انه و نتمنى انه الإسعاف في فتكم و انك تنقض حياة عشي واحد اشتركوا في القناة